متابعين كلينك وصار وقت استقبل دكتور إليش ليلا أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك إلي بالمشاهدين كمان حضرتك أخصائي بجراحة البنظار للجهاز الهضمي وللبدل نحن رح نحكي عن هالجراحة الحديثة والمميزة واللي عم تطبع هالفترة يعني كل الحالة الطبية أول شي هل كل شخص جراح كل طبيب جراح بيقدر يكون متخصص بي هالجراحة بالطبع لا يعني بهذا اختصاص يعني بدي يكون معترف فيه دوليا بدي يكون فيه board of certification بدي يكون عنده الخبرة بهالحق لجراحة المنظار هي تعتبر وسيلة بيطبق الجراح على المريض مثل الشق المفتوح في جراحة المنظار بالتروكارز وفي جراحة تطورية بالتكنولوجيا يلي هي جراحة المنظار بالسنجل انسيجن بزاكرة البطن هي اختصاص لأنه لازم يكون في الخبرة اللازمة لحتى نطبقها وتكون عاطية النتيجة الفعالة للمريض مع أخف اشتراكات ممكنة على شو بتعتمد بالتحديد الجراحة بالمنظار؟ هي سيستام الكاميرا الامبليفكاسيون دوليماج يعني بتكبر الصورة بتعطي أقل اجتياح جراحة للجسم للمريض وخصوصا إذا كان المريض عنده بدانة مفرطة أو بدانة مرضية يلي هي الأوبازيتي سورجوري بنعملها بالابروسكوبي بتخلينا نعمل نطبق ذات العملية الجراحية التقليدية بس بالمنظار من خلال ثقوب كتير قليلة ثلاثة أربعة حسب نوع العملية اللي عامل طبقها يعني فيها تكون انطلاء انطلاءتها المنظار من مطرح محدد بالجسم أو من خلال البطن يعني بالذكرى مش هيك؟ صح التقليدي العادية المنظار العادية بالتروكرز فايف تروكرز أو فور تروكرز يعني بالمنطب واحد فيها تكون مكررة بس فيها تكون كمانا بسنجل إنسجن قبر ثقب واحد اللي هي زاكرة البطن هذه التكنولوجيا الجديدة التقنية اللي بتخلينا نقدر نعمل ذات العملية أقل اجتياح للمريض بالنسبة للسيكاتريس للجرح على البطن وخصوصة بالبدان المفرطة والمرضية وكمان بتعطينا أقل وجع للمريض أقل استشفى وبعدين بتعطي ريكوفوري بيريود أحسن يعني الانتعاش الصحي من بعد العملية بيكون أحسن للمريض لأنه ما بيكون عنده شئ كبير نعم يعني أخف وجع وأخف أكيد يعني إذا ما نحكي تجميليا ما في ندوب ما في قطب نحنا عم نشوفك عم ناخد فكرة شوي هذه الصورة بتفرجيكن السنجل بورت اللي هو كناية عن تروكار واحد من خلاله بيفوت ثلاثة تروكارز بتخلينا بماتريال سبيسيفيك إكويبمنت حديث ومتطور وارتيكولايتينج بيطعش بقلب البطن بيخلينا نعمل ونطبق ذات العملية متل ما بتشوفه في الأوبتيكال سيستم يلي الكاميرا يلي بتظهر بتكبر الصورة للجراح يعني أحسن من العيون الطبيعية بتخلينا نستعمل كمانا مكانات حديثة اللي بتخلينا نكبسن ونقطع ونوصل المسران أو المعدة إذا بدنا نعمل تحجيم المعدة أو بدنا نعمل نشيل المسران كوليكتومي أو جاستريكتومي أو تحال أو من الكبد أو من الفتاء بالمعدة يعني هي هالقوية المتطورة جدا اللي بتعتمد على هالكاميرا هي اللي بتسهلنا هالعملية لكلها عملية داخلية فينا نقول ما فيها شي خارجي غير الدخول لجسم الإنسان أي أنواع عمليات دكتور منقدر يعني نعملها من خلال هالتقنية حسب خبرة الجراحين وحسب التكنولوجيا والتجهزات اللي عنا بتخلينا نعمل أي نوع عملية نكان بالجهاز الهضمي نكان بالمسالك البولية نكان بالجراحة الجينيكولوجية فينا نعملها من وراء خبرة الجراح بهالتقنية الحديثة اللي بتخلينا نعمل ذات العمليات كلها من دون شأ بالبطن نعم أي مريض ممكن يخضع على هالعملية ولا فيه شروط خاصة الشروط اللي بدأت تتوفر قبل ما ينعمل العملية هي خبرة الجراح هو اللي بيقرر أي نوع من العملية بس فينا نطبق بالنسبة لإلي اللي كنت عايش ببلجيكا عندي خبرة بهالدومان هذا فيه طبقة على كل العمليات بالجهاز الهضمي والعمليات البدانية كمانا بس أكيد فيه لميتيشن فيه عمليات ما بنقدر نعملها هاي اللي بتخص الجراح هو يحدد شو العملية اللي ما بنقدر نعملها بثقب واحد يعني بسنجل انسيشن بس أكيد فينا نطبق كمانا العمليات المنظرية الطبيعية مع كاتر تروكار أو أو ترواتروكار حسب النوع العملية نعم دكتور الطب يمكن متجه أكتر لها العمليات اللي بتخفف على المريض واجع بسبب يعني القطاب أو أكتر من محل عم بتشقه لأنه ما فيها شق عمليا هالعملية ولكن هل هي عملية مكلفة أكتر من غيرها بالطبيعي مكلفة لأنه عم نستعمل معدات وأويل سنجل يوز ديسبوزبل يعني مرة واحدة لمرة واحدة ومن بعدها ما فينا نرجع نستعملها لمريض تاني بتخلينا هي لأنه سيستام الميكانيكل سيستام بقلب هالبينس اللي عم نستعملون بتطعج وبتطوي ما فينا نرجع نستعملها لمريض تاني هيدا تكلفية كلفتها أكتر من العمليات أكيد الجراحية التقليدية بس لكن مغطاة مكفولة من ضمانات الأجهزة الضامنة من السوشل سيكوريتي الوزارة الضمان بالبلدين المتطورة بعد بلبنان الضمان والوزارة وغير الأجهزة الضمانة بتغطي قسم منها العمليات بس أكيد مش كلها مش القسم الكامل دكتور هالتطور يعني هي تقنية طبعا عم تتطور سنة عن سنة إن كان بالمعدات بما أنه كمان يعني هي معدات البعض منها يرمى بعض البعض العملية تستعمل لمرة واحدة صح بقى نحن عم نشهد تطور بهالمجالة وين رايحين أكتر رايحين يعني رايحين على هيدا النوع من العمليات أكتر أكيد يعني الشرك اللي عم بتصنع هالأويل وهالتجهيزات التقنية اللي عنا إياها الحديثة عم بتخلينا نخفف من اشتياح الجراحي على المريض بالنسبة للشأ عم بتعطينا تكنولوجيا أكتر لنضخم الصورة لنفهم العمليات أحسن عم بتعطينا الفاسيليتيز مع الروبوتيك سورجوري كمان بتخلينا نطبق الأنامل والأرجونومي التبع الصبيع من خلال ثقب واحد من خلال عملية أقل اشتياح بالزاكرة البطن مثلا مع الروبوتيك سورجوري اللي بيقدر يعمل وريبروديوس the same handling للجراح بقلب البطن من دون يكون الشأ كبير لأنه الكاميرا بتعطينا وجهة نظر وصورة أحسن بكتير من العملية سو الروبوتيك سورجوري مع مع السنجل انسيجن لابروسكوبيك سورجوري بعدين في عنا الماغنيتك ريتراكترز بنستعملهم تحت تنزيح ونساعد الجراح لأنه هو وحده بقلب العملية عم بيعمل كم شخص بحاجة جراحي حضرتك دكتور بس تكون عم تعمل هالعملية مين بيكون في حدك أكيد بدي يكون التيم الأكيب في المساعد الأسيستان بيكون حد الجراح بيكون هو بالجراحة كمانا وبيكون في سكراب نيرس بتكون هي عم بتساعد لحتى تعطي الإنسرومنت للجراح بيكون في الحكيم البنج الانستيزيولوجيس يعني بدي يكون كل التيم ووركينج عنده الكفاءات الجاهزة الفريق أكبر من عملية عادية ولا هو نفسه الفريق الطبي هو نفسه الفريق الطبي بس بيكون عنده كفاءات أكيد متطورة أكتر ومعتادة لهالنوع من الجراحة لأنه أكيد مختلفة ودقيقة عن الجراحة التقليدية مدة العملية بتكون أطول عادة ولا كيف ولا نفس المدة تقريبا؟ بتكون أطول بالبداية يلا الجراحي اللي ما عنده الخبرة اللازمة لها العمليات المنظر بس مع الوقت بعد الليرنين كيرب بتكون عمليات روتينية بوقت بعد أقل من العمليات الجراحية التقليدية لأنه ما بدنا نشئ وما بدنا نرجع نقطيب عن جديد شو أكتر عمليات رائجة اليوم بلبنان تستعمل من خلالها جراحة المنظر؟ بتصور بلبنان معظم العمليات بالسنترز оф أكسلنس عم تنعمل مثل بلدين بره المترائية المتطورة لكن في عمليات كلفتة أكتر مثل السنجل نسيجل نابروسكوبيك سورجوري مانا رايدة أكتر بالسوق اللبناني مشان الخبرة مشان الاستعمالها كلفتة ومشان النتيج تبع بعضهم متخوفين من الفوايد من الفوايد هالعملية للمريض إذا بنا نحكي عن البداني حكينا عن الجهاز الهضمي عن البداني أي نوع عمليات من خلال المنظر مرتبطة غير تصغير المعدي فيه غير عمليات بالوقت الحاضر بالبلدين البرا كل العمليات البدانية بتنعمل بالنظور معظم وفي تأكيد يعني الجاستريك بايباس السكوبي نيرو ديريفيشن فيه سليف جاستريكتومي كل ريدو سورجوري ريدو بارياتريك سورجوري يعني العملين عمليات بالسابق مسبقا وما نجح يتمعون العملية أو عندهم اشتراكات تانية فينا نرجع نعملون العملية بالمنظر وحتى فينا نعملها من خلال هيدا الصورة اللي بتشوفها إيه تخطأ دكتور هيدا مريض كان عمل عملية شق بتشوف الجرح الكبير على البطن الصورة مقلوبة شوي راس المريض على الشمال والجسم انتحد بتشوف زاكرة البطن بالأحمر هيدا من خلال قدرت أعمل عملية لتصغير المعدة وتحويل المعدة من بعد العملية اللي كانت ديجام عمولة بالشق بتشوفوا فرق الشق الكبير اللي عنده ايه المريض على جسمه بالنسبة للإنفيزيبل سكار منسميه ما منشوف الجرح من بعد فترة شهر أكيد من بعد الوقاية للمريض أنه ما يحمل لحتى ما يفتق الجرح من جوة أكيد بده ينتبه عليها وينتبه من ريسك الانفكسيون بهالمنطقة بالذات بالنسبة للناس اللي بتخصصوا بهالمجال يعتبروا بالربنان عدد قليل أو عدد جيد بالنسبة لحداسة هالإطار الطبي اللي عم تشتغلوا فيه التطورات هي عندهم خبرة أكتر وللعندهم إكسبرينس أكتر بهالدمان متطورة كتير باللبنان المنظمات الجراحية المنظرية الموجودة باللبنان عم تغطي الإرشدات والجايدلاينز والوركشوب لحتى تعلم جراحين التلميذ على أنه يتوصلوا يقدروا يعملوا هالجراحة مثل أي بلد آخر بنعمل فيها الجراحات أكيد التطبيق طبعه منه منتشر بهالفريقانس اللي عنا إيها ببلدين بره مشان هيك لازم يكون جراح هو ملتزم بالأيتيك ميديكال الأخلاقيات الطبية لحتى يعطي للمريض أحسن وأفضل نتيجة أمينة لسلامة المريض ولفعالية العملية أفضل تكون العملية شاء ما تكون بالمنظر ويكون فيها مشاكل أكيد دونك هون الخبرة بتأثر على العملية بالزيد نعم دكتور نحب نشكرك نشكر حضورك نعطيك العافية مرسي لكل الفريق الألمي والتوعية الشعبية أهلا وصهلا فيك مرسي نحن رح نتابع لايف خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر